بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله كيف كنت أطلاب طالبات التوجيهي الفروع المهنية طبعا اللي هو الفندقي والزراعي والصناعي والابتصاد المنزلي والذي ما حكينا سابقا الفروع الأكاديمية لأدب العلمي والشرعي هاي الدروس داخل معه لكن بشكل خاص أنا شارح فقط الفروع المهنية فإحنا اليوم راح نكمل الدرس بسيط جدا وصغير كثير يعني مو محتاج إن شاء الله أني ما أطول به اللي هو امتداد لما أخذناه سابقا نحن المرة الماضية أخذنا القواعد وقبلها أخذنا الفقرة الأولى اللي هي تابت الساكس ستوريز اليونت فور اللي هي The Important of Islamic Achievements in History أهم إنجزات إسلامية في التاريخ شرحناها كاملات إن شاء الله وأسئلة وكل إشي والقواعد أيضا إن شاء الله أنكم فهمتوها وحطين عليها أسئلة وواجب بالتعليقات للي ما حضر الفيديوهات السابقة يحضرهم إذا حاب اليوم راح نكمل اللي هو صفحة ثلاثين هي عبارة عن فقرة صغيرة لكن الناس تهملها يقول لك صغيرة ما راح تيجي كفقرة هي ممكن ما تيجي كفقرة رئيسية لكن ممكن تيجي كفقرة ثانوية كيف فقرة ثانوية؟ عندك نظام اللي تضع دائرة أنت عندك تقريبا أكثر من 50% ضع دائرة أتوقع فرح يجيك عن نظام منها فقرة صغيرة يجيبك أربع خمس أسطور وحط لك عليها تحتيها سؤال يعني أربع علامات حرام تضيع يعني كفقرة صغيرة زيك ما تتجاوز الـ 13 سطر تقريبا هو صغيرة كثير اللي هي بعنوان ذا جيرالدا اللي هي اسم منطقة أو برج في اسبانيا الأنبلس قبل لا نبلش بالفقرة في عندنا هانكم معاني بسيطة الله مصر محمد لازم تفهمهن أقل إشي بالعربي إذا ما ودوك تفهم بالإنجليزي كيف تفهم بالإنجليزي؟ في عندك نهاية الكتاب قاموس كامل للدفنشن يعني تعريف قهوة شو يعني قهوة فممكن يجيك سؤال قهوة عرف لي إياها ممكن يجي ممكن ما يجي يعني للي حاب يعني يختم المادة بعدين ويفضالهن ما في مشكلة معاني بسيطة إن شاء الله رح نقراهن مع بعض هسه اللي هنه أول وحدة معنا هنغير اللون عنا كلمة كوفي كوفي كنا نعرف اللي معناها قهوة وعنا어야어야 اللي هي بمعنى لمعنى الشطرانج للاعبة الشطرانج الل uy فلايين겠습니다 معناها هي يطير أو يحلق وغلوك ساعة وإن جرر ويند ميلز اللي هي طواحين الهوى اللي نشوفهم بالهوا هاي الطواحين اللي نأكل بالطفيلة المراهب المراهب الطفيلة التواحين هو هكيد لمكشبتوها مكشبتوها Grid أو بالمسلسلات والإفلام الجبر le هي علم الجبر اللي هو الرياضيات بسبب صابون وعند أخلي بأنك هذه الفاونتين وقينا ام العباء يوجد محوري وعند توجد هناك توجد فوونتين pin هي قالنص اسع different ekt all crystal Brenda يستخدم ايضا الزجاج كريستال هناك اشخاص يجب ان تراجع نظرات الكريستال تجد زجاج و تنظرات كريستال لكن مع الكريستال الكريستال هو نوع الزجاج الذي يكون ازراج نيلي وعنى هاي اللي تنقرأ انوكولوجين التطعيم او التلقيح وعنى تشيك تذكب معنى فحوصات و معنى تشيك تتأكد تحقق شيك تجي بمعنى شكات بنكية او فحوصات او انه افحص اتأكد تأكيدات ايضا تجي كيف تعرف من طريق النص لانه ممكن تجيك واحدة من الكلمات هاية عن طريق املأ الفراغ سؤال هذا جاي يعني لكنها سبطل يجي املأ الفراغ صار يجي على نظام اضع دائرة نفس المبدأ انه يجيك كلمة وبها فراغ ولك حط لك الكلمة المناسبة بالفراغ فانت تعرف اذا كان في حكي عن اقتصاد ومصار وكذا فانت تحط انه تجي بمعنى شك وعننا الجبر وسؤال فيها تمام فهاي تحفظنا اقل اشي بالعربي اقل اشي اقل واجب عليك الان خلصنا من المعاني والفكابيرز اللي فوق الان يجي على القطعة اللي هي يعني لازم احنا نقرأها وطبعا مراجع على درس القواعد لان نحاط لك ها نحاط لك ها مراجع على درس القواعد بشكل سريع الان بقى بس نقرأ واشتعوكم اياها الكلمات اللي ممكن نشوفها مهمة حاول لك تستخرجها على جهد راح اكتب لك اياها ان شاء الله يقول لك ذا جيرالدا اللي هي اسم منطقة او برج الان نشوف ذا جيرالدا تاور تاور معناها برج هاي اول كلمة معنا مهمة اليوم يقول لك برج جيرالدا خير كاب ماذا قال لك خير احد وحصل ثانيا فلا ان تتتوفى قولها تعود لك خير الجيرالدا ولن يقول لك responsibility واحد من اهم المباني في إشبيليا سيفل هي إشبيليا سبين هي إسبانيا هو واحد من أفضل أو أهم أكثر شيء أهم مهم مهم بلدنجز أيضا مباني فإذا هو واحد من أهم المباني في إشبيليا و إسبانيا ستاند معناها يعني يبلغ ارتفاع البرج يعني او يعني ارتفاعه stands at just over 104 meters tall يبلغ ارتفاعه حوالي يزيد شوية يعني ما يقولوا انه 104 متر يعني يزيد عن 104 يعني هو تقديرهم 104 ممكن يزيد عنه شوية هيك هو ما قلدهم tall هي الطول اللي هو بالارتفاع meters اللي هي الأمتاع over أكثر the person who هاي حطينا the person حطينا who هو اللي هي من ضماء الوصل للعاقل فعندنا نقول الشخص الذي أو الشخص اللي مدام قلت الشخص معه هو بني آدم عاقل فاستخدمه ما قلت the person which أو the person مثلا that تجي عادي the person that or the person who فس the person who أفضل وأحسن يعني هي الـ perfect فنقول the person who is believed to be responsible for the design of the tower believe that الكل يعرف معناها الإيمان فهنا نقول الشخص الذي آمن لا الشخص الذي يعتبر أو يعتقد أحسن الذي يعتقد أنه هو المسؤول عن تصميم design تصميم G ما تنلفظ ما نقول decision نقول design ما نقول الشخص الذي يعتقد أنه المسؤول responsible معناها مسؤول المسؤول عن أي تصميم البرج which was originally amenorate الذي كان بالأصل هو مأذنة إذن البرج أصله كان مأذنة وكملوا عليه أو غيروا وحولوا is is فعل مساعد اللي هو نقول يكون the mathematician عالم الرياضيات and astronomer وعالم الفلك جابر بن أفلح اللي هو خدناه سابقا جابر بن حيان ما أدري هو نفس الشخص أو واحد ثاني ما أدري ما يهم نحن إنه بالفقرة فنقول جابر ابن أفلح نقول لك إذن هو الشخص الذي يعتقد أنه هو المسؤول عن تصميم البرج الذي كان بالأصل which was which عائدة عمين على البرج which عائدة على البرج was كان ليش قلنا was وير لأنه برج أبراج الذي كان بالأصل Tiger The Arctic of the Tower لابد أن نتركز انا معه شخصيتين. خلطنم شخصية الأولى اللي هو المين الذي يعتقد انه هو المسؤول عن تصميم الذي صمم لكن المهندس المعماري اللي عمر المسؤول عن عمارها هذاك صمم هذا عمر. هو The Arctic of the Tower was Aحمد اللي يقول لك المهندس المعماري اللي كان الهندس البورد كان اسمه ايش؟ احمد بن باسو كان اسمه احمد ابن باسو هو عائدة عمين عائدة على أحمد بن باسو الذي بدأ بدأ العمل في عام 1184 بدأ العمل في عام 1184 في عام 1184 ركزه امتى بدأ بلش هي عائدة عمين عائدة على أحمد بن باسو مو دهر لن نحكي عنه قعدي هو دايد هو توفي قبل هو توفي قبل 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 تاور و توفي قبل انتهاء من البرج في عام 1198 إذن هذه المعلومة دبل قل لي بدأ ما يقول لي انتهاء عام 1198 وهو توفي عام لا هو يقول لك هو مات قبل 1198 اللي هو انتهاء في عام 1198 و مات قبل هيك مات منع في الضبط ممكتبين هم بس حطين انه هو مات قبل لي خلصوا تعمير يعني هو بس اعطاهم الهندسة تبعته المعمري انه كيف يعمره و اثناء العمار هو توفي ما نعف اي سنة مات لكن اذا سئلت امتى مات ما نعف اي سنة مات قبل تكتب الجملة كاملة انه هو توفي قبل لي خلصوا البرج عام 1198 هيا كدبتك صح إذا قال لك ايمتا ما تكتب من عنده لعند النقطة للسيئي الميلادي انتظر الشراء المنابس ماهي المراكش ماهي يعمين المسجد ليش على المسجد مش على البرج أنا أقول لك ليش لأنه إحنا قلنا أنه مستوحى من مسجد اسمه كتوبيا وفاصلة الذي هو في المراكش في المغرب من هو اللي في المراكش في المغرب اللي هو المسجد كتوبيا المسجد كتوبيا إذا إذا جتك هاي عمين عائدة بالله عليك تركزوا معاي بهاي الفقرة الصغيرة لكن عليها أسئلة كثير ممكن تجيك أضاع دائرة وعلى أغلب أنا أتوقع أن رح تجيكم الفقرة هاي فركز بيها سهلة كثير الضمائر عمين تعود وكم سؤال بسيط على الشخصيات والأحداث اللي صارف فإذا ويتش هاي عائدة على مسجد كتوبيا اللي هو كان مراكش بالمغرب مراكش منطق بالمغرب أند حسان تاور ان رباط اللي هي الرباط إذا هو عائد على مسجد كتوبيا في مراكش وبرج حسان في الرباط إذا فيه بالمغرب منطقة اسم مراكش بها مسجد كتوبيا وفيه برج اسمه حسان بالرباط هذول اثنين استوحوا منهن البرج اللي قاعدين نحكي عنه جرادة اللي هو بالصورة هاي 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 شايفان هاي 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 نحكي عنه واضح حد الآن هاي 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 الفقرة بس هاي هاي خلصنا إحنا الآن بس بدنا نحل الأسئلة طبعا بالكتاب مم حطينكوا أسئلة حطين سؤالين عن القواعد لكن انا مراح تركوا بدون أسئلة كتبتكوا تقريبا ست أسئلة هاي 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 تقريبا كتبتكوا ست أسئلة جهزتكوا يعني ما في أسئلة أكثر من لك صراحة يعني ما هذا الموجود ما في غيرها إن شاء الله يعني فعندنا ست أسئلة بسنا مع الأسئلة اللي حكيتنا أثناء الضمائر عمين يعودا عندنا السؤال الأول السؤال الأول يقول لك what is the giralda tower and where is located السؤال بسؤالين هذا يا سيدي علي ممكن يجيك إنه شو هو برج جيرالدا وممكن سؤال الحال وممكن سؤال الثاني الحال يقول لك where is it located وأين يقع برج جيرالدا بس لك أنا حاطين مع بعض عشان نختصر وقت مع بعض تمام؟ يعني عشان منطول الفيديو عليكم فهين السؤالين سؤال واحد ولك شو هو وين هو هو برج يعتبر من أفضل the giralda tower is one of the most important buildings in civil Spain إذن هو في in civil Spain إذن هاي الإجابة لحالها اللي هي عن وين يقع وهاي تعريفه شو هو تمام؟ أتوقع أنها واضحة لكم إنه هو من أفضل الأبراج في المباني أحمل المباني في إسبانيا في إشبيلة في إسبانيا الإجابة من الفقرة اللي هي عند جيرالدا tower is which is one of the most important buildings in civil Spain إذن أول سطرين لكن ما نكتب ستانز هاي بس لو كتبناها ترى عادي يعني اللي عند نقطة بس مو مطلوب مطلوب عندك بس لعند الفاصلة Spain اللي هي إسبانيا تمام؟ السؤال الثاني question number two How tall is the giralda tower? كم يبلغ ارتفاع برج جيرالدا؟ قديش ارتفاعه قديش طوله إنت مجرد ما شفت كلمة tall تعريف دغلي إنه قديش طوله لو كتبت بس أدجست أوفر ون أو فور متر تول إجابتك صحيحة مئة بالمئة خلينا أن أحددها عشان تعريفونا هاي يعني لو كتبت هاي لحالها إجابتك صحيحة نحط تحتها خط مثلا اللي تحت خط هاي يعني كافية إن شاء الله تعالي إن شاء الله تعالي فإذا قديش هو طوله قديش ارتفاعه مئة أربعة متر لا تكتب مئة أربعة لحالها يعني مش له الدرجة يعني عدم أخذها مئة أربعة لحالها لا اكتب زبط إجابتك يعني عشان أنت بامتحان يعني لو أنك بامتحان بمدرسة نقول ماشي صحيحة نحط أستاذ أوكي أو أنك بامتحان وزارة تكتب بسمية أربعة ما أنصح في ذلك هي صحيحة لكن ما أنصح في ذلك أكتب أقل ما بيها adjust over 104.60 عدنا Question Number 3 أو قبل Question Number 3 نعودك الإجابة بالفقرة اللي هي من Stand adjust over 104.60 Question Number 3 Who is believed to be responsible for the design of the Giralda Tower من هو الذي يعتقد أنه المسؤول عن تصميم تصميم برج جيرالدا من هو الذي يعتقد بأنه تصميم أنت مجرد ما شفت هو معنا نقول مين هو الشخص عنا شخصيتين عنا المهندس المعماري و عنا المصمم شو يعني مصمم Design إذن إحنا نحكي عن Design تروح على الفقرة الدول وين في Design نحكي عنا هنا أه The person who is believed to be responsible for the design of the tower which was originally as I mean The mathematician and astronomer جابر ابن أفلح إذن الإجابة إنه هو جابر ابن أفلح The mathematician and astronomer جابر ابن أفلح Are believed to be responsible for the design of the tower هاي are believed إذا كان إذا شفت أنت السؤال عليه مثلا أربع علامات لازم تجاوبها كاملة نصيحتي إذن إذا السؤال المطلوب عليه علامة كثيرة تجاوبها كاملة إذا كان ضع دائرة تدقي عاد أنت من الدوائر الإجابة تكون كاملة وتكون كسيرة إذا كان في وحدة كاملة إذا كان في إجابتين وحدة من عنده Mathematician لعند أفلح وحدة كاملة هاي كاملة تحط الكاملة تمام؟ بس ما توقع يعجقوكو لهذه الدرجة بس لكن يعني إحنا نقولكو الصحيح هي إجابة إنه هو الذي كان يعتقد جابر ابن أفلح تمام؟ اللي هو لازم تكتب عالم الرياضيات والعالم الفلك ضروري مش جابر ابن أفلح لحاله لو جاك أربع خيارات وفي عندك وحدة منهم جابر ابن أفلح والباقيات بعيدة عن الجواب حط جابر ابن أفلح لكن أنا نحكي إذا جاك إنشاءي إذا جاك ضع دائر راح تحرف إجابة لحالك ضغري يعني كوستشن نمبر فور كوستشن نمبر فور السؤال الرابع أه أه هو هو كان المهندس المهندس المعماري وين أه 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 يقول لك من هو المهندس هو مين كان المهندس المعماري تبع برج جيرالدا أه ومتى أند وين وين معناها متى خدناها بالدرس متى من ضمار الوصل متى هم بلشوا بتعميره أمتى هم بلشوا بالعمل أه أه عايدة على البرج أنا غير عقل الجابة نقول The Arctic was أحمد بن باس وإحنا قلنا عندنا شخصيتين وحدة مصممة design وحدة Arctic مهندس معماري فإذا المهندس المعماري معنا غير أحمد بن باسو فنقول The Arctic was أحمد بن باسو وين تبلشوا بقين هو بقين work in 1184 في عام 1184 تمام إحنا من ذا للنقطة ليس كثير طويل لدينا السؤال خمسة question number 5 when when أيضا معناها متى when was the gerald the tower completed and why is احمد بن باسو not credited with the completion credited معناها اللي هي اللي نقوله الفضل يعني الفضل and completion اللي هي الاكتمال يقولك لماذا او ليش when was the gerald امتى تم الانتهاء completed من البرج and why از احمد بن باسو not credited ما يعوده الفضل باكمال المشروع يعني ليش معود الفضل لا احمد بن باسو انه هو المهندس المعماري the tower was completed in 1198 تم انتهاء منه في عام 1198 but لكن احمد بن باسو لانه مات قبل لا يكتمل اذا هو بس مات اكيد راح وجابه مهندس المعماري ثاني خلوه يكمل الاشراف على المشروع فاذن الفضل يعود اللي هو فيها ظلم لكن انه هو مات قبل لا ينتهي المشروع مات قبل اول شهر فكمل المشروع مهندس ثاني فاذن لو مهندس الثاني كان هذا فاشل ما راح كان يطلع البرج بالصور المعمارية فاذن هذا ايضا يعود الفضل له لانه هو اللي يكمل المشروع لكن هذا ايضا فضل له يعني له لمسة بالبرج لكن الاجابة تكون اللي هي من الفقرة لا تنسى خلال الاجابة مكتوب عندك انه ان الله مصدق محمد اه اه بس هاي اللي يجب بس هم هان هان حاطلك ايش حاطلك العكس حاطلك انه انتهى في عام وانه حاطلك بط لكن هو مات قبل لا ينتهي لو كتبت زي ما انا كتب لك هان ممتاز لو كتبت حرفي زي مو مكتوب بالفقرة ايضا اجابتك ان شاء الله صحيح انه اخر سؤال اه السادس what is the design of the gerald tower believed to be based on ما هو التصميم الذي يعتبر او يعتقد بانه اه يعتمد عليه برج جيرالدا اي شئ اي واحد يعتمد يعني من وين جابوه انه انا قلنا نعرف انه اجابوه من مسجد كتوبيا the design of the tower is believed to be based on the kutopia ماسك and the hassan tower هذا من وين استوحوه لا تخربط في ناس مثلا ممكن يكتبلك الاجابة هاي انه كان هو بالاصل من ريت وهو مئذنة احنا هو كان اصله هناك بالمنطقة كان معمر كان مئذنة مسجد هم بعدين حولوه لكن هنقول لك من وين استوحو الفكرة يعني اذا المئذنة اصلا مستوحاة من من المراكش من كتوبي المراكش تمام اجابه تكون هي اخر من عنده النقطة هاي the design للنقطة الاخيرة اه هون هنا ست اسئلة ما في عليها اي شيء زيادات ان شاء الله اذا في حدا لاحظ اشي اني خربطت مراتنا لم احظر الفيديو اه اكونوا مشكلة باجابات او اني خربط يعني بهذا فاذا حدا لاحظ يكتب التعليقات عادي يعني ممكن ان واحد يخربط اه واي شيء انا نسيت احكيه وحدا بيكوا انتبهه ويكتب التعليقات عشان زملائك الثانين ينتبهولو واي سؤال انا اجهز له بالتعليقات لكن خلو نشوف فيها كأنه كان في اسئلة كمان نكمل عليها في عنا هان سؤالين اللي هو مطلوب مننا انه نحدد الجمل اللي بالفقرة النن ديفاينج و النن ديفاينج احنا شو قلنا الفرق بيناتن لما ترجع لدرس القواعد حكيناك انه انه تكون معلومات ضرورية وتكون بدون وجود علامات ترقيم او فواصل اي فواصل يعني النن ديفاينج تكون معلومات غير ضرورية ووجود فواصل و علامات ترقيم بها فاذا احنا مطلوب مننا نطلع هنا جمل ونن ديفاينج والسؤال الثاني مطلوب مننا انه نطلع عندنا عندنا شو ضمير وصل الى هان موجود اللي هو هو وكذلك الان بحط وننطلعه مع بعض ايضا الديفاينج اللي اولى مطلوب مننا اللي هي قلنا معلومات ضرورية بدون وجود علامات ترقيم او فواصل لدينا جملة وحدة فقط في الفقرة حي اللي هي تقول لك هو يعتبر من وهو يعتقد بانه هو الشخص المسؤول عن تصميم هذا البرج اللي هي منها الموجودة وقفنا اخر اشي ما كان في فواصل بيناتها يعني كلمة هو هان ما في فواصل الفاصل اجهت اخر اشي عشان فتنا بجملة جديدة تمام اذا هاي الجملة اللي هي الديفاينج المعلومة الضرورية بدون فواصل وعلمات ترقيم عندنا مطلوب مننا ايضا نطلع كلمات اللي هي نكون غير ضرورية وفيها وجود علامات الترقيم مليان كثير منهم منهم كيف عرفنا عنا هنا سيفل وعنا سبين عنا فاصلتين او عنا فاصلة ثانية او عنا فاصلة وعنا فاصلة وعنا فاصلة فهمت علي وعنا كمان عنا وعنا فاصلة وعنا نقطة او عنا فاصلة وعنا فاصلة وعنا فاصلة وعنا فاصلة او ثانية يقول لك وعنا فاصلة استخدم وير لان بلايشيز معناها مكانا فما نستخدملها وين استخدملها وير لان وير معناها اين وين معناها متى هذا بنسبة للسؤال الاول والثاني بالكتاب هيك نكون خلصنا الفقرة مع الاسئلة المطروحة بالكتاب مع الاسئلة الاضافية اللي حطتك فيها ان شاء الله يظل عنا في عنا هنا سؤال على نظام فقرات والله اتمنى منكم توقفوا الفيديو وتحاولوا تحلوه وبعدين تشوفوا الاجابات فاللي هو مطلوب منه ان نعبي الفراغات واحد اثار اربعة بعنا ذات وعنا ويتش وعنا وير وعنا هو مطلوب منه نعبيه بالضمار الوصل المناسبة ايضا هذا سؤال متوقع يجي عن نظام الضع دائرة يعني اتمنى توقف الفيديو وتكمله هو سهل الان بعد ما وقفت الفيديو وحلته باللي هو حلته عادي نحلو مع بعض بل لكن مشكل سريع اني مودي اطول الفيديو الستة عشرين دقيقة عشان ما طول ما يطوع عليكو كثير لانه كمان اذا الفيديو يتعدل نص ساعة يطوع علي بالمونتاج فيطول لما ينزل فهو تقراب سرعة كمام فعنا الاولى نحط لها ويتش او ذات ليش ويتش او ذات لانه موجود قبلها كاسل كاسل التيمة تلفظ طبعا كاسل اخي كابر اله التيمة تلفظ لانها ما تلفظ خاص اذا كاسل قلعة فهقول اذا رومان كاسل ويتش او ذات لانه قبلها ايش اشي غير عاقل فحطينا ويتش الثانية نحط لها شو في قبلها ايضا كاسل فنحط ايضا يا ويتش اا اما ذات بس مدام موجودة عندنا كاسل نحاول نحط بس ويتش او ذات اثنتين صحيحات عنا السؤال الثالث ستيبلز هورس لانها احصنة لكن اللي قبلها ايضا احصنة غير عاقل لكن هن نحكي علي قبلها اللي قبلها هي استبادل هي الاستبلات فاذا نحط ايضا اا 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 وير تمام ليش وير يعني ستيبلز اا مكان استبل مكان لما يقول مثلا ابوه يقولك وين الزردية تقولها اي بالمخزن المخزن ايه صار مكان حطط به زرادية مثلا فاذا ستيبلز هي نستخدم لها وير مكان ماينا بالهورسس بعد الفراغ ويحن ماينا بالقبل الفراغ هاكنابيبيبيبول فراغ كل حته اق Kristin يعني هاي participle لكل حلها صح نفسهم status ماعرفته معناها المحhl معناها قلعة يعني함 اما هو او THAT ازيج هذا بشكل سريع للسؤال القواعد هذول سبيكينج و رايتنج يعني اجتهاد شخصي منك حبيت تطور لها الدرجة تحلهن لحالة اه تمام ان شاء الله يكون الفيديو مفيد لكم واي شي ما فهمتوا علي يبعثي اياه واي شي انا ارجع احكيها خربط بي بالمرات اتلع ثم اه خربة حط شغلة محل شغلة فاللي حلها صح او لو شكيت اكتب لي بالتعليقات انا ارجع شوف الفيديو اذا انا صح اقول لك او ولا صح اذا انا غلط لا اقول لك انا حال صح بس انت اعتقدت غلط وعادي يعني لازم نتناقش عشان تصل المعلومة للطالة لان هذا امتحان في امتحان ما بيها ولا خربطنا ولا نسينا لا لازم تكون المعلومة وسيط لك صح واي سؤال اكتب بالتعليقات واذا ما رديت عليك اه بعثلي على الواتساب او التليجرام او الانستغرام موجودات بالبيو ويعطيكو الف الف عام